بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده نستعد عليكم طريقة تحميل متصفح جوجل كوروم. الاصدار الاخير النسخة الكاملة او الحزمة الكاملة اللي مش بتحتاج اتصال انترنت. اللي تقدر انك تحفظها على جهازك وفي اي وقت تقدر انك تثبتها على جهازك او عدة اجهزة اخرى دون الحاجة الى الاصدار بالانترنت. مش اصدار معين من جوجل كوروم وانما الاصدار الاخير. في اي وقت هتدخل على الموقع اللي هنوضحه لحضراتكم دلوقتي هتكون بتحمل النسخة الكاملة الافلاين لاخر اصدار من متصفح كوروم. اولا لتحميل المتصفح النسخة الكاملة الافلاين الموقع الرسمي بيكون موجود اسفل الفيديو بمجرد انك بتضغط عليه مباشرة بيجيبك هنا الى هذا الموقع. بيكون في عندك الخيار الاول لانظمة التشغيل الويندوز او للتثبيت على الويندوز. بعد ذلك التثبيت على الماك وكذلك الحال اللينيكس. بالنسبة لنا هنا هنثبت على فهنيجي هنا عند قسم الويندوز. بعد ذلك هتنزل عند هذا الخيار انستول كروم اوفلاين. بعد ذلك هتضغط على هذا الرابط. الاترنت كروم انستولر الاداء البديلة لتثبيت كروم. هتضغط عليها. ومباشرة هتم عملية التحميل حجم الحزمة الكاملة الافلاين الاخر اصدار اتنين وتمانين ميجا. بعد انتهاء عملية التثبيت هتفتح الموقع اللي تم فيه تنزيل المتصفح او المكان اللي انت بتحفظ فيه ملفاتك. ولكن اولا قبل عملية التثبيت خليني افصل الانترنت. عشان بس نأكد لحضراتكم ان عملية التثبيت هزي النسخة مش هتحتاج اتصال انترنت. وان دي فعليا النسخة الكاملة الافلاين. تمام كده زي منتم شايفين اصبح مفيش اتصال بالانترنت. بعد ذلك دبل كريك على الحزمة. طبعا الحزمة دي مو توافقة مع اي نواة. يعني لو الجهاز بتاعك اربعة وستين بيت هيتم تثبيت الحزمة الاربعة وستين بت. ولو اتنين وتلاتين تلقائيا هيتعرف على الحزمة الاتنين وتلاتين وهيسبت لك كروم اتنين وتلاتين. طبعا الموضوع ده هيتم دون تدخل منك. فقط انت بتنزل الحزمة وعملية التثبيت بتكون تلقائية. مش مطلوب منك اي شيء خلال هذه الفترة. هو بشكل تلقائي هيبدأ تلقائيا في عملية التثبيت. وزي ما انتم شايفين بعد الانتاء هيفتح معك المتصفح بشكل تلقائي. انو الحزمة الكاملة الافلاين. وزي ما قلت لحضراتكم دون اتصال بالانترنت. دلوقتي قبل ما نعمل اتصال بالانترنت لو توجهنا لسلاسة نقاط دول بعد ذلك سم تمام كده زي ما انتم شايفين مية واحد ودي اخر نسخة بالفعل حاليا موجودة من كروم في هذا الوقت. مما يدل زي ما قلت لحضراتكم ان في اي وقت هتنزل الحزمة من الموقع الرسمي هتكون عندك الحزمة الكاملة الافلاين لاخر اصدار. طبعا عشان ما فيش اتصال انترنت فبيجيب لي رمز الخطأ ده. بعد ذلك لو صدر اي تحديث جديد او اصدار جديد لكروم هو هيتحدث بشكل تلقائي. ولو اننا عملنا اتصال بالانترنت دلوقتي. تمام كده? بعد ذلك كل اللي مطلوب منك انك تضغط هنا على السلاس نقاط. لو حابب انك تتحقق من وجود تحدثات او لو صدر اي تحديث بعد كده ومحتاج انك تحدث المتصفح هتضغط هنا على سلاس نقاط بعد ذلك هيل بسمة ابوت كروم هتضغط عليها وهو هيبدأ بشكل تلقائي في عملية التحديث طبعا ما فيش اي تحديثات متاحة لان ده بالفعل اخر اصدار. لو انك محتاج انك تستخدم كروم باللغة العربية فمن هنا من السلاس نقاط بعد ذلك سيتنج الاعدادات. بعد ذلك تضغط عليها بعد ذلك اللغة. ومن هنا بتيجي عند هذا الخيار بتكون اللغة الانجليزية بتضغط عليها طبعا ما فيش اللغة العربية بتحتاج انك تنزلها بعد ذلك ومن هنا بتحدد اللغة العربية بعد ذلك بيتم اضافة اللغة العربية. بتضغط هنا على سلاس نقاط وبال اللغة العربية وبتختار هذا الخيار الاول جوجل كروم عرض كروم بهذه اللغة بتضغط عليها بعد ذلك اعادة تشغيل بيقفل المتصفح ويفتح معك بشكل تلقائي وبيكون اصبح على اللغة العربية. بس كده حضركم هو ده كل ما في الامر طريق التحميل وتثبيت متصفح جوجل كروم النسخة اوفلاين الكاملة لاخر اصدار. نتمنى نكون افدناكم بهذا الامر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.